أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزرات والجهات المحددة للعاصمة الإدارية الجديدة طبقا للبرنامج الزمني ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وجه بسرعة صرف الحافز النقدي بدل الانتقال بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزرات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اشتركوا في القناة